طلب رئيس البرنامان العربي عادل العسومي بضرورة يوقوف دول العربية صفاً واحداً أمام محاولة تهجير الشعب الفلسطيني ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية وأضاف العسومي أن جلسة اليوم تنعقد في ظل استمرار المعاناة بفلسطين حيث تقع أبشع جرائم الحرب التي راح ضحيتها ألاف الأبرياء معظمهم من الأطفال والنساء وعلى الدول العربية أن تكون متحدة وصوت واحد في مواجهة وأفشال كل مخططات التهجير القصري للشعب الفلسطيني والوقوف صفاً واحداً أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية فهذا هو الهدف النهائي الذي تسعى إليه القوة القائمة بالاحتلال من الجرائم والمجازر اليومية التي تقوم بها